لو صدقت نفسك هتصدق الدنيا وتمسك المستحيل بأيديك السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخالق المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة أهلا بكم حبيب قلبي المشاعر السلبية كلها متعبة جدا لأبعض درجة ممكنة الملل والحجد والغيرة والحسد والكره كلهم ما بيرايحوش ضف عليهم الولولة والشكوى والفطفضة كلهم شبه بعض وفي النهاية ما بيرايحوش الابتسامة حتى لو مصطنعة حتى لو مش طلعة حتى لو تقيلة في النهاية بتريح لأبعض درجة ممكنة النبرة التشاؤمية اللي في الشارع الرياضي العراقي بعد ماتش الأردن غريبة بالنسبة لي آه انت خسرت نقطتين على أرضك وسط جمهورك في رحلة مهمة للتأهل للمنديال ولكن صديقي وعزيزي المشاهد أولا باختصار شديد للغاية المنتخب الأردني في مجمل التسعين كان الأفضل آه الشروط الأول للأردن والشروط الثاني للعراق دون أدنى شك ولكن المنتخب الأردني تكتيكيا وفنيا وزهنيا كان حاضر بناسبة 100% وباختصاره بالبلدي خد اللي هو عايزه من الماتش دفاعيا واقف صلبه بامتياز سبات تشكيل سبات تشكيل وده شيء مهم جدا لأبعض درجة ممكنة مش كده كمان وبس لا حجم لك حجم لك كل طرق ومفاتيح اللعبة بتاعتك حجم لك أيمن حسين تحديدا لضغة القفعة إنجاز التعبير المهاجم اللي قاعد عشر متشات متواصلة مع منتخب بلاد وبيسجل ماسجلش أمام النشامة طلع بالنقطة اللي هو عايزها من الماتش كان وارد جدا 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 داخل المستطيل إنه يكسب الماتش كان وارد رغم إن الماتش مفوش غير كورتين على الثلاث خشبات كورا ليزن النعامات في الشوت الأول الدي أربعة وعشرين وبداية الشوت الثاني لأيمن حسين لمنتخب العراق ولكن كان وارد جدا تخسر الثلاث نقاط وتصعب الأمور أكتر وأكتر اللي أنا عايز أقوله هو باختصار شديد للغاية أولا خسوس كاساس أخطأ جدا في بداية التشكيل خسوس كاساس كأنه مش داريان كأنه مش موجود كأنه نايم في مية العسل دون أدنى شك صفر خسوس كاساس عربية نقل محملة صفار في الماتش ده تحديدا تكتيكيا وإداريا وإدارة ماتش وفنيا صفر بكل أمانة خسوس كاساس حاجة غريبة بيلعب ب2-6 على أرضه وسط جمهوره بيلعب بأمجد عطوان على فكرة أمجد عطوان بعيدا عن فكرة العطلات لعب ماتش كويس سعد عبد الأمير بعيدا عن الكرة الميس باصل اللي عملها لموسى التعمري لو موسى في يومه رائع كان جاب هدف كان ممكن الماتش خلص وكان فكرك بكأس أمم أسيا نفس الخطأ اللي بصاه وقتها أمير العماري أحب أقول لك وباختصار خسوس كاساس بيلعب ب2-6 بيلعب بسعد عبد الأمير حاجة غريبة للغاية أنت طول عمرك بتلعب بالعماري لعب بالعماري زي ما هو أنت بدأت به وحط جمبيه أمجد عطوان لعب ستة لأن انت محتاج لعب ستة ستة ديفندر ديفندر إنما زيدانك بال المرونة والدكة والتوافق كفين؟ شيء غريب للغاية عيماً يا حسين خلاص بان وظهر من الشوت الأول أنه متحجم نزل يا باشا قد الفرصة وقدي الأريحية الأحمد ياسين شيء غريب للغاية عندك إبراهيم بايش مش في يومه نزل من بداية الشوت الثاني تحديداً يوسف الأمين بدري ما تديش في آخر تلتاية وآخر رباية لازماً الوقت بدري علشان تشوفي التغيير الشوت الثاني لما نزلت حسين علي بدأت الأمور مصطفى سعدون كله مسباص حاجة غريبة للغاية عموماً عزيزي وصديقي المشاهد أحب أقولك وباختصار شديد للغاية النبرة التشاقمية اللي بدأت أسمعها الجمهور واعي جداً ومثقف جداً لأبعض درجة ممكنة ما فيش حاجة اسمها حسابات التأهل ما فيش حاجة اسمها حسابات التأهل تقولي إزاي لما تكون أولاً الماتشات الموجودة عدد الماتشات المتبقية أنت بتلعب تصفيات من عشر ماتشات خلصت منهم خمس ماتشات لما يكون عدد الماتشات المتبقي لسه بقي خمس جولات يعوض فارق النقاط الموجود يعوض فارق النقاط الموجود آه يبقى كده مفيش أي مشكلة أنا حابب بقولك كل حاجة تبقى على الوراء مدام عدد الماتشات هيعوض فارق النقاط يبقى كل شيء في الكرة موجود مافيش حاجة مستحيلة في الكرة أحب أقولك وباختصار أن مافيش فارق نقاط الأردن تم النقاط العراق تم النقاط لا الأردن تأهلت للمنديال ولا العراق تأهلت للمنديال لا الأردن فقدت الأمل ولا العراق فقدت الأمل إنما لقد جاءت الصورة كمان منتخب عمان وأحب أقولك أن المنتخب العماني اللي الكل بيبص على النشامة وإسود الرافضين العمان عندها الماتشين مع المنافسين المباشرين على أرضها في ملعب السلطان كابوس تقولي كيف؟ آه عمان عندها خلاص العراق الماتش الجاي على أرضها وسط ملعبها وسط جمهورها المحترم جدا والطيب لأبعض درجة ممكنة تخيل كمان أن عندها الأردن كمان في عمان أحب أقولك أن الموضوع تصعب من وجهة نظر الشخصية وهيستمر لحد الجولة الأخيرة أحب أقولك حاجة مهمة جدا لأبعض درجة ممكنة المنتخب العراقي عنده ماتشين في المتناول عنده ماتش فلسطين وماتش الكويت الاتنين في المتناول بكل أمانة وبكل وضوح الاتنين ست نقاط في الجيب دون أدنى شك إنما عنده ماتش كوريا في البصرة صعب جدا عنده الماتش الجاي عمان خارج الضيار برضو صعب جدا عنده ماتش الأردن النشامة آخر الجولة صعب جدا 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 كمان منتخب الأردن يبقى العراق عندها ماتشين سهلين وعندها ثلاثة صعبين المنتخب الأردني الأردن عندها الماتش الجاي منتخب الكويت في استاد جابر الحماد ماتش في المتناول إن شامر الجالة بجد الشجعان هيجيبوا الثلاث نقاط ويجوا حطوهم في الجيب في المتناول هيوصل للحضاشر بونت بكل الشياكة وأناقة ورقي وتحضر دون أدنى شك عندهم كمان ماتش فلسطين ماتش في المتناول جدا إنما عندهم عمان برا ماتش صعب عندهم كوريا برا ماتش صعبين عندهم كمان الماتش الأخير على أرضهم وسط جمهورهم أمام العراق ممكن يبقى ماتش حاسن في التأهل برضو ماتش صعب مع المنافس المباشر لك يبقى أي حد يقول لك حسابات تأهل يبقى كلام كله بيتحق بي على علنا الموضوع صعب جدا 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 لأبعد درجة ممكنة أنت أساسا خلصت خمس جولات كوريا خلاص قلتها من أول يوم من أول ماتش في التصفيات كوريا عندها تصفيات كسعالم خط أحمر رغم أن كان عندها تخبط فني في البداية وكانت غيرت الكادر التدريبي الثلاث مرات وعندهم مشاكل في أمم أسيا ما فازوش غرب أول بطلطين وبعد كده قوت كل البطلات ولكن أحب أقول لك عندهم كسعالم خط أحمر تحديدا كوريا من البداية عارف أنها راحت خلاص حتى في عدد الماتشات الموجودة بيعاوت فارق النقاط مش مع كوريا التكلام ده مش مع كوريا الشمشون الكوري خلاص خمس نقاط كاملين بيفرق بيهم عن الأردن في الوصفة وعن كمان المنتخب العراقي الاتنين 8 نقاط فكوريا راحت نهائيا الموضوع انتهى إنما دلوقتي العمان دخلت في الصورة بنسبة كبيرة جدا جدا كمان آه الموضوع صعب شوية على المنتخب العماني في ظل الكوكبة الموجودة من التقنيات المرعبة لدى منتخب النشام العظيم ولدى المنتخب العراقي المنتخب العراقي بقيادة خيسوسكا ساس فشل فشل زريع اليوم في إدارة الماتش تكتيكيا وفنيا فوق الخيال زائد كمان إن الماتش كان زهدي صعب وكان بدني صعب وكان فيه ضغوط صعبة فأصبح إن الموضوع فلت من إيد الراجل والراجل كان نايم في العسل طوال التسعين أما جمال السلامة بكل حنكة وخبرة عمل إيه؟ القيادة هي فن توجيه مجموعة من الأشخاص والأفراد نحو تحقيق هدف معين بإمكانيات معينة ومحددة في فترة زمنية معينة ومحددة جمال السلامة عمل ماتش تكتيكي عالي قوي 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 كمان من وجهة نظر الشخصية الراجل بان بان إنه مركز وبان جدا 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 لأبعد درجة في كرة ديها 15 الكرة اللي بدأ ينطق فيها اللاعب موسى التعميري الراجل بدأ على وشه العلامات ركشن الغضب الشديد مش وقته إحنا مش جايين هنا نستفز جمهور أو جايين هنا نلعب ماتش استعراضي إحنا جايين لهدف معين ناخد نقطة أو التلاتة ونطلع تاني على عمان الدولية على بلدنا الأردن الجميلة البلد المحترمة جدا لأبعد درجة ممكنة عموما إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للأشقاء فيما هو قدم بمشيئة الله الأردن والعراق إن شاء الله مستمرون لحد الجولة العشرة في التنافس المحترم بين الأشقاء في نطاق كرة القدم فقط دون أدنى شك الجمهور العراقي زواق جدا ومحترم ومضياف ومعطاء لأبعد درجة ممكنة وإن شاء الله هتلاقوا نفس الكرام نفس الكرام مطيبة من أهل الأخلاق وأولاد الأصول بلد الرجالة بجد الناس الشجعان إن شامع في الأردن في آخر جولة دون أدنى شك ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد حبيب قلبي دمتم في أمان الله